من لندن ينضم إلينا مرسلنا أبو بكر بشير على الهواء مباشرة أبو بكر هو تاريخيا كان يفترض أن تكون هناك هوة واسعة بين مواقف العمال والمحافظين فيما يخص لاعتداءات على الفلسطينيين لكن عمليا في هذه اللحظة الفوارق ذابت إلا بالشيء المحدود للغاية ما الذي يمكن أن يلمس في هذا الإطار وحكومة المحافظين كانت تقول لا تقيسوا واقع ما نقدمه من أسلحة لإسرائيل على واقع دول أخرى نحن لا نصدر إلا النزر اليسير بالضبط ولهذا بدأ حراك الشارع مرة أخرى أمام حكومة المحافظين كان حراك شارع شبه أسبوعي مسيرات ضخمة تجوبها الشوارع تطالب المحافظين باتخاذ موقف مختلف عن موقفهم السابق لجهة دعم إسرائيل في كل السياقات لسيما في إطار توفير الدعم المالي والعسكري وتصدير السلاح وإن كان بمستويات قليلة كما يقولون جاء العمال في دعايتهم الانتخابية تعهدوا بأن يكشفوا مصير التقرير الذي ينسب لها المستشار القانوني للحكومة وهذا التقرير أهميته هو أنه يعني يضع التوصيف القانوني للصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل والتي إن ثبت أو أنها متهمة حتى باستخدام هذه الأسلحة أو غيرها في سياق ارتكاب جرائم حربة أن على بريطانيا وقف تصدير الأسلحة إلى هناك المحافظون لم يصرقوا بما هي هذا التقرير تحفظوا عليه وللدرجة التي استفزت الشارع حتى جاء العمال وتعهدوا في برنامجهم الانتخاب يعني يكشفوا عنه الآن لم يكشفوا عنه ولم يعودوا يتحدثوا عن هذا التقرير لذلك تجمهر اليوم نحو 300 من الناشطين الداعمين لفلسطين هنا أمام مبنى وزارة الداخلية وأغلقها الطريق ديفيد لامي وزير الخارجية أسف كان موجودا بيالة داخل جاءت الشرطة وفضت المعتصمين واعتقلت عددا يسيرا منهم ربما تم اطلاق صراحه لاحقا المطالبة هي بكشف مصير هذا التقرير يتخوف المتظاهرون من ما قلته أنت بالضبط وهو تغير موقف العمال في مراحل الانتخابات الآن إلى عند الحكم بما يقارب أكثر موقفها المحافظين لأنه ليس هذا فقط التغير الوحيد الذي يلمسه الشارع في سياسة العمال لدينا مثلا ديفيد لامي بالذات كان تعهد خلال الفترة الانتخابية بأنه إذا المحكمة للجنات الدولية أصدرت قرارا باعتقال بن يمين نيتنياهو ويوفقالان على خلفية جرائم حرق ترتكب في قطاع غزة فإنه إن فاز العمال وشكلوا الكوكومة سوف يكونون مضطرين للالتزام بالقوانين الدولية واعتقال رجلين لسيام نيتنياهو لم يعد ليؤكد على هذا التصريح لم يعد يتحدث عن هذا الخيار بالأساس يقول المتظاهرون والمتابعون أن الشيء الوحيد الذي قام به العمال وهو مختلف نوعا ما عما قام به المحافظون طوال الفترة الماضية هو العودة إلى تمويل وكالة غوثة تشغيل الرجلين ونروة هذا هو الشيء الوحيد في كل سياق آخر العمال اكتفوا بالحديث بنبرة عالية أيام الدعاية الانتخابية بنبرة أقل مجرد الفوز بالانتخابات بل وهجروا بعض العنوين منذ أن شكر الحكومة ويدعون انشغالهم بقضايا سياسية واقتصادية داخلية وملفات أكثر أهمية على المستوى الداخلي والخارج أبو بكر أنا أعلم أنك تواجه مشكلة في أن تسمع بشكل واضح أو أن تتكلم حتى بشكل واضح على ضوء هذه الموسيقى الصاخبة التي لا أعلم تفسيرها في هذه اللحظة مع ملاحظة أن هناك أربعة أفراد لا يزالون يحملون أعلم الاتحاد الأوروبي لكن ما الذي يمكن أن يغير عقلية أو منهجية قام عليها الحزب حزب العمال وهي كانت تذهب دائما صوب نصرة المستضعفين ودعم الضعفاء وتحديدا النظر إلى القضية الفلسطينية بمنظور مختلف ما الذي يمكن أن يسهم في تغيير فلسفة الحزب بالكامل حتى في التعامل مع هذا الأمر كورقة انتخابية بالقدر الذي تذوب فيه الفوارق كما يقول الكثير من البريطانيين بينهم وبين المحافظين بداية للتعليق في عجالة هؤلاء يطالبون بالعودة إلى الأوروبي وهمون للتعبير عن موقفهم هذا لكن كما قلتهم أربعة أشخاص فقط فيما يخص العمال لديهم ربما الآن أزمة ثقة لأن موقفهم التاريخي الذي كان يدعم الشعب الفلسطيني كما يدعم بقية المستضعفين في العالم يعتقدون أنهم دفعوا ثمنه عبر الغياب عن مركز الحكومة وقيادة الحكومة لسنوات طويلة وخاصة أما تحت قيادة جيريمي كوربين الرئيس السابق الذي تهم بأنه معادل السمية ومناصر فلسطين أكثر من اللازم ودفع الفاتورة بأن أقصي من الحكومة جاء كيري ستارمر ليجدد الحزب كما هو يقول بأن يكون أقرب أكثر إلى فكرة إسرائيل واليهودية كما هو يقول بتوصفاته يتخلص من فكرة معادل السمية وهذا طبعا له انعكاس على الوضع الفلسطيني بشكل عام حتى أنه أخذ هذه المغامرة فترة الانتخابات وأغضب عددا من الناخبين المسلمين والعرب بل خسر أصوات عدد منهم وخسر بعض المقاعد البرلمانية في إطار المحاولة العامة بالحفاظ على صورته كحزب جديد نوعا ما قريب في مواقفه تجاه إسرائيل من حزب المحافظين الأزمة التي يواجهها الآن دعمون فلسطين أن هذه السياسة العملية أثمرت أكلها أتت أكلها وفاز العمال وبالتالي لا يشعرون أنهم تحت ضغط كبير للعودة إلى مربع لكن هذا على مستوى القمة أبو بكر ما بين كيريس تارمر وجيرمي كوربن لكن ماذا عن القواعد الشعبية التاريخية التي ورثت ربما سياسيا لانتماء إلى حزب العمال بعقيدته وبأيدولوجيته تاريخيا كيف لهم أن يغيروا هذا الجلد مباشرة بين جيرمي كوربن إلى كيريس تارمر القواعد غير راضية تماما عن ما يحدث تحت كيريس تارمر على مستوى هذا الملف هم غير راضين هناك خلافات أخرى داخلية ولكن ما يوحدهم الآن جميعا خلف كيريس تارمر هو أولا أنه جاء بدعاية انتخابية مختلفة ثانيا كرهم وبغضهم للمحافظين والأهم من ذلك أنهم جاءوا بانتخابات يعني ذهبوا إلى صندوق الاقتراع تحركهم جيوبهم والأزمة الاقتصادية فهذا هو التركيز الأساسي الملفات الخارجية بما فيها ملف فلسطين هو ملف لاحق في الترتيب لذلك هم يعني يتغاضون نوعا ما عن هذه الأزمة لا زالوا في منطقة أن هناك وعود عمالية ببعض التغير لذلك يذهب العمال مثلا إلى العودة إلى تمويل أونوروة وهي إشارة إلى هذه القواعد أننا لا زلنا في مناطقنا لا زلنا ندعم الفلسطينيين بشكل أو بآخر ولكن النساء لا تحتاج إلى وقت في بعض المستويات بداية تمويل الأونوروة هذا الشيء سوف يتغنى به العمال وحكومتهم أشهرا قادمة قبل أن يكونوا مضطرين للذهاب إلى خطوات أخرى من أجل ذلك القواعد كانت هنا صباحا أمام مقر الخارجية تطالب العمال بالالتزام بما جاءوا به في برنامجهم الانتخابي أنتم قلتم أنكم سوف توقفون تصدير الأسلحة لإسرائيل إذا كان التقرير القانوني الخاص للحكومة يقول أنها قد تكون ترتكب جرائم حرب التقرير بين يديكم منذ أن شكلت الحكومة منذ ثلاث أسابيع ولم تنشره الضغط الشعبي بدأ ليس كبيرا لكنه بدأ وسوف يتراكم في الفترة القادمة لأنهم هنا يعني كما راكموا ضغطا على مدار عشرة أشهر على المحافظين وصل إلى مئات الألاف في شوارع لندن يبدأ اليوم بثلاثمائة شخص ولكن يغلقون مبنى وزارة الخارجية يعني يقيدون حركة ديفيد لامي ويطالبونه بالذات بشخصي لأنه هو من تعهد بذلك أن يفي بتعهده إذن هناك يعني استشعار من القواعد العملية إذا شئ إلى تغير مواقف غير محمود بالنسبة لهم على مستوى السياسة فرفعوا جرس التنبيه من الأيام لأننا لم ننهي شهرا من حكم العمال ولكن جاء المتظاهرون إلى هنا ليسمعوا الحكومة صوتهم ويطالبوها بالالتزام ببرنامجها الانتقابي الذي على أساسه هم صوتوا لها شكرا جزيلا لك أبو بكر بشير مراسلنا من أمام مقار الخارجية البريطانية في العاصمة لندن أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوافية شكرا جزيلا لك